نهاردة وانطلاقا من الثوابة الوطنية لقوات المسلحة في الحفاظ على مصر في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهدها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من يوم 7 مايو الجاري والحد النهاردة وثقرا لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية في المناطق المنعزلة والمتخمة للمناطق الحدودية وقامت قواتنا الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أصفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتدمير عربتين دفع رباعي بتستخدمهم هذه العناصر في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية إرهابية كمان نجحت قواتنا المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات النسفة واللي كانت معدة لاستهداف الجيش المصري فجر اليوم 11 مايو وصلت قواتنا الجوية تنفيذ الضربات المركزة وده أصفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية لعدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد ارتكازاتنا الأمنية وتم التعامل معها وده أدى إلى مقتل زي ما بقولك 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف بركان نتيجة لهذه الأعمال البطولية المشرفة لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط وأربع جنود وأصيب جنديين من جنودنا نتمنى ليهم الصحة والعافية والعودة إلى بيوتهم بإذن الله سبحانه وتعالى سلامين بتأكد قواتنا المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهدها في محاربة الإرهاب واقتلاع جزوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوة الشر ومن يعاونهم لن تزيد قوتنا إلا إسرار على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم رحم الله شهداءنا وكل التحية لقواتنا المسلحة وجيشنا العظيم